من حزب سياسي يقدم نفسه كحام لأتا تركية الدولة وقيمها وجيشها العلماني إلى حزب سياسي خدمتي يسعى لجذب الناخبين إليه من خلال وعود بإنشاء مشاريع تنموية تغير لافت لحظ في الحملة الانتخابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض حملة اعتمدت لأول مرة على عرض خطط تنموية تلامس احتياجات المواطن التركي اليومية استراتيجية جديدة مشابهة لتلك الاستراتيجية التي تبعها حزب العدالة والتنمية الحاكم على مدار السنوات الماضية خطوة المستقبلية الأهم هي بناء اقتصاد قوي ومنافس يلبي احتياجات الناس ويساعد في إقامة تركيا القوية نحن نسعى لدولة قوية وقوة تركيا المستقبل تكمن في اقتصاد قوي ويرى كثير من المراقبين أن الهزائم المتكررة لحزب الشعب الجمهوري أمام حزب العدالة والتنمية والاستقالات والانشقاقات المتتالية لقيادات في الصف الأول من الحزب كل ذلك دفع الحزب لمراجعة نفسه وتغيير استراتيجيته هذه المرة في محاولة لاستعادة مكانة فقدها وما يزال منذ ولادة حزب العدالة والتنمية قبل 15 عاما قمنا بتغيير نظامنا والموسيقى الخاصة بالحزب والدعاية الانتخابية وشعاراتنا الانتخابية بشكل كامل ولم نعد نستخدم شعارات قديمة وقد قررنا استغلال كل دقيقة في اللقاءات الجماهيرية لتوضيح خطتنا التنموية للناس وعدم هدر وقتهم في الرد على الأحزاب الأخرى كالسابق خبراء السياسة يقولون أن حزب العدالة والتنمية يستمد جزءا من قوته من ضعف الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد ولسيما حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة لأسباب عدة منها ضعف شخص زعيم الحزب كمال كيلدشتار أغلو الذي وصفته قيادات في الحزب ذاته بالملك العاري وفقدان الحزب لخطة سياسية وتنموية قوية ينافس من خلالها حزب العدالة والتنمية يعتقد كثيرون أن حزب الشعب الجمهوري يعي تماما أنه ليستطيع هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة لكنه يطمح على الأقل أن يكون حزبا معارضا أكثر قوة في البرلمان مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول